بسم الله الرحمن الرحيم وكان من كلام أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حول الدنيا قال عليه السلام احذروا هذه الدنيا الخداعة الغدارة التي قد تزينت بحليها وفتنت بغرورها وغرت بآمالها وتشوفت لخطة بها فأصبحت كالعروس المجلوة والعيون إليها ناظرة والنفوس بها مشغوفة والقلوب إليها تائقة وهي لأزواجها كلهم قاتلة فلا الباقي بالماضي معتبر ولا الآخر بسوء أثرها على الأول مستجر ولا اللبيب فيها بالتجارب منتفع أبت القلوب لها إلا حبا والنفوس إلا صبا والناس لها طالبان طالب ضفر بها فاغتر فيها ونسيت تزود منها للضعن فقل فيها لبثه حتى خلت منها يده وزلت عنها قدمه وجاءته أسر ما كان بها منيته فعظمت ندامته وكثرت حسرته وجلت مصيبته فاجتمعت عليه سكرات الموت فغير موصوف ما نزل به وآخر اختلج عنها قبل أن يغفر بحاجته ففارقها بغرته وأسفه ولم يدرك ما طلب منها ولم يغفر بما رجى فيها فارتحلا جميعا من الدنيا بغير زاد وقدما على غير مهاد فاحذروا الدنيا الحذر كله وضعوا عنكم ثقل همومها لما تيقنتم لوشك زوالها وكونوا أسر ما تكونون فيها أحذر ما تكونون لها فإن طالبها كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصه عنها مكروخ وكلما اقتبط منها بإقبال نغصه عنها إذبار وكلما ثبتت عليه منها رجلا طوت عنه كشحا فالسار فيها غار والنافع فيها ضار وصل رخاؤها بالبلاء وجعل بقاؤها إلى الفناء فرحها مشوب بالحزن وآخر همومها إلى الوهن فانظر إليها بعين الزاهد المفارق ولا تنظر إليها بعين الصاحب الوامق اعلم يا هذا أنها تشخص الوادع الساكن وتفجع المغتبط الآمن لا يرجع منها ما تولى فأدبر ولا يدرى ما هو آت فيحضر أمانيها كاذبة وآمالها باطلة صفوها كدر وابن آدم فيها على خطر إما نعمة زائلة وإما بلية نازلة وإما معظمة جائحة وإما منية قاضية فلقد كدرت عليه العيشة إن عقل وأخبرته عن نفسها إن وعا ولو كان خالقها جل وعز لم يخبر عنها خبرا ولم يطرب لها مثلا ولم يأمر بالزهد فيها والرغبة عنها لكانت وقائعها وفجائعها قد أنبهت النائم ووعظت الظالم وبصرت العالم وكيف وقد جاء عنها من الله تعالى زاجر وأتت منه فيها البينات والبصائر فما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن ولا خلق فيما بلغنا خلقا أبغض إليه منها ولا نظر إليها مبخلقها ولقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وآله بمفاتيحها وخزائنها لا ينقصه ذلك من حظه من الآخرة فأبى أن يقبلها لعلمه أن الله عز وجل أبغض شيئا فأبغضه وصغر شيئا فصغره وأن لا يرفع ما وضعه الله جل ثناؤه وأن لا يكفر ما أقله الله عز وجل ولو لم يخبرك عن صغرها عند الله إلا أن الله عز وجل صغرها عن أن يجعل خيرها ثوابا للمطيعين وأن يجعل عقوبتها عقابا للعاصين لكفى ومما يدلك على دناءة الدنيا أن الله جل ثناؤه سواها عن أوليائه وأحبائه نظرا واختيارا وبسطها لأعدائه فتنة واختبارا فأكرم عنها محمد النبيه صلى الله عليه وآله حين عصب على بطنه من الجوع وحماها موسى نجيه المكلم وكانت ترى خضرة البقل من صفاق بطنه من الهزال وما سأل الله عز وجل يوم أوى إلى الظل إلا طعاما يأكله لما جهده من الجوع ولقد جاءت الرواية أنه قال أوحى الله إليه إذا رأيت الغنى مقبلا فقل بنب أجلت عقوبته وإذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين وصاحب الروح والكلمة عيسى بن مريم عليهم السلام إذ قال إدامي الجوع وشعاري الخوف ولباسي الصوف ودابتي رجلاي وسراجي بالليل القمر وصلايا في الشتاء مشارق الشمس وفاكهتي ما أنبتت الأرض للأنعام أبيت وليس لي شيء وليس أحد أغنى مني وسليمان بن داود وما أوتي من الملك إذ كان يأكل خبز الشعير ويطعم أمه الحنطة وإذا جنه الليل لبس المسوح وغل يده إلى عنقه وبات باكيا حتى يصبح ويكثر أن يقول رب إني ظلمت نفسي فإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فهؤلاء أنبياء الله وأصفياؤه تنزهوا عن الدنيا وزهدوا فيما زهدهم الله جل ثناؤه فيه منها وأبغضوا ما أبغض وصغروا ما صغر ثم اقتص الصالحون آثارهم وسلكوا منهاجهم وألطفوا الفكر وانتفعوا بالعبر وصبروا في هذا العمر القسير من متاع الغرور الذي يعود إلى الفناء ويصير إلى الحساب نظروا بعقولهم إلى آخر الدنيا ولم ينظروا إلى أولها وإلى باطن الدنيا ولم ينظروا إلى ظاهرها وفكروا في مرارة عاقبتها ولم يستمرئهم حلاوة عاجلها ثم ألزموا أنفسهم الصبر وأنزلوا الدنيا من أنفسهم كالميتة التي لا يحل لأحد أن يشبع منها إلا في حال الضرورة إليها وأكلوا منها بقدر ما أبقى لهم النفس وأمسك الروح وجعلوها بمنزلة الجيفة التي اشتد نتنها فكل من مر بها أمسك على فيه وهم يتبلغون بأدنى البلاغ ولا ينتهون إلى الشبع من النتن ويتعجبون من الممتلئ منها شبعا والراضي بها نصيبا إخواني والله لهي في العاجلة والآجلة لمن ناصح نفسه في النظر وأخلص لها الفكر أنتن من الجيفة وأكره من الميتة غير أن الذي نشأ في دباغ الإهاب لا يجد نتن ولا تؤذيه رائحته ما تؤذي المار به والجالس عنده وقد يكفي العاقل من معرفتها علمه بأن من مات وخلف سلطانا عظيما سره أنه عاش فيها سوقة خاملة أو كان فيها معافا سليما سره أنه كان فيها مبتلا ضريرا فكفى بهذا على عورتها والرغبة عنها دليلا والله لو أن الدنيا كانت من أراد منها شيئا وجده حيث تنال يده من غير طلب ولا تعب ولا مؤونة ولا نصب ولا ضعن ولا دأب غير أن ما أخذ منها من شيء لزمه حق الله فيه والشكر عليه وكان مسؤولا عنه محاسبا به لكان يحق على العاقل أن لا يتناول منها إلا قوته وبلغة يومه حذرا من السؤال وخوفا من الحساب وإشفاقا من العجز عن الشكر فكيف بمن تجشم في طلبها من خضوع رقبته ووضع خده وفرط عنائه والاغتراب عن أحبابه وعظيم أخطاره ثم لا يدري ما آخر ذلك أضفر أم الخيبة إنما الدنيا ثلاثة أيام يوم مضى بما فيه فليس بعائد ويوم أنت فيه فحق عليك اغتنامه ويوم لا تدري أنت من أهله ولعلك راحل فيه أما اليوم الماضي فحكيم مؤدب وأما اليوم الذي أنت فيه فصديق مودع وأما غدا فإنما في يديك منه الأمل فإن يكن أمسي سبقك بنفسه فقد أبقى في يديك حكمته وإن يكن يومك هذا آنسك بمقدمه عليك فقد كان طويل الغيبة عنك وهو سريع الرحلة فتزود منه وأحسن وداعه خب بالثقة من العمل وإياك والاغترار بالأمل ولا تدخل عليك اليوم هم غد يكفي اليوم همه وغداً داخل عليك بشغله إنك إن حملت على اليوم هم غد زدت في حزنك وتعبك وتكفلت أن تجمع في يومك ما يكفيك أياما فعظم الحزن وزاد الشغل واشتد التعب وضعف العمل للأمل ولو أخليت قلبك من الأمل لجددت في العمل والأمل الممثل في اليوم غداً أضرك في وجهين سوفت به العمل وزدت فيه في الهم والحزن أولا ترى أن الدنيا ساعة بين ساعتين ساعة مضت وساعة بقيت وساعة أنت فيها فأما الماضية والباقية فلست تجد لرخائهما لذ ولا لشدتهما ألم فأنزل الساعة الماضية والساعة التي أنت فيها منزلة الطيفين نزلا بك فضعنا الراحل عنك بدمه إياك وحل النازل بك بالتجربة لك فإحسانك إلى الثاوي يمحو إساءتك إلى الماضي فأدرك ما أضعت به عتابك مما استقبلت واحذر أن تجمع عليك شهادتهما فيوبقاك ولو أن مقبوراً من الأموات قيل له هذه الدنيا أولها إلى آخرها تخلفها لولدك الذي لم يكن لك هم غيره أو يوم نرده إليك فتعمل فيه لنفسك لاختار يوماً يستعتب فيه من سيء ما أسلف على جميع الدنيا به يورثها ولداً خلفاً فما يمنعك أيها المغتر المقبر المسوف أن تعمل على مهل قبل حلول الأجل وما يجعل المقبوراً أشد تعظيماً لما في يديك منك ألا تسعى في تحرير رقبتك وفكاك رقبتك ووقاء نفسك من النار التي عليها ملائكة غلاظ شداد ترجمة نانسي قنقر